وليعدة سنوات دعمت قطر شخصيات إرهابية وكيانات سعت لزعزعة الأمن والاستقرار في الوطن بل ذهبت إلى ما هو أكثر من ذلك عبر دعمها المستمر للإرهابيين الداعين لإسقاط النظام الشرعي في البحرين جارت قطر وجرت لسنوات طويلة خيوط مؤامرات أرادت بها والأمر يصعب عليها أرادت تمكين المفسدين في بلد السلام خيط من تلك الخيوط تمثل في دعم قطر للإرهابيين والكيانات الساعية لإسقاط النظام الشرعي في البحرين لعبت السفارة القطرية في البحرين دورا سلبيا تمثل بتقديم معلومات مغلوطة عن الوضع في البحرين إضافة إلى التوصية بفتح المجال أمام شخصيات بحرينية خارجة عن القانون لعرض أفكارهم عبر منابر إلكترونية عديدة تابعة لقطر كما ذكرت معلومات حساسة أن القيادة القطرية فتحت المجال لشخصيات إرهابية خارج عن القانون في البحرين بالتواصل معها بل وطلبت هذه الشخصيات من أحد المسؤولين القطريين الكبار عام 2011 زيادة مساحة تغطية قناة الجزيرة لساحة البحرينية وتم الاتفاق بأن يتم إرسال مراسل للقناة المذكورة لمقابلة إحدى الجمعيات الإرهابية المنحلة معلومات أخرى ذكرت أن أفرادا من القيادة القطرية كانوا على التقاء دائم بأفراد بحرينيين مسقطة جنسياتهم إرهابيين وخطرين في العاصمة البريطانية لندن وأنهم لطالما قدموا لهم الدعم خلال فترة التسعينيات بل وتشير هذه المصادر إلى أنه تم الاتفاق على إنشاء قناة فضائية هناك بتمويل قطري وبإدارة هذه العناصر الإرهابية لتكون منبرا لبث السموم ضد البحرين وتشير معلومات أن حكومة قطر قامت بتكثيف جهودها في عام 1996 وتوجيه سفيرها في السورية لاستقطاب المعارضة البحرينية وذلك من خلال منحهم الجوازات القطرية ويعطائهم مساحة لبث سمومهم حول البحرين وقد كان للتقارب القطري الإيراني دور في أحداث البحرين حيث كان هناك لقاء بين السفير الإيراني في قطر عبدالله سهرابي مع القائمين على قناة الجزيرة في عام 2011 وقد طلب المذكور بأن تقوم القناة بنقل الأحداث التي مرت بها البحرين عام 2011 هذا وتم عقد عدد من اللقاءات بين مسؤولين قطريين ونضرائهم الإيرانيين لمناقشة الأوضاع في البحرين بل وتم وضع مبادرات بالتنسيق بين الطرفين تحوي عددا من الشروط بدعوى إنهاء الأزمة وهو ما يعد تدخلا صريحا وفضلا في الشؤون الداخلية في البحرين